عايز اقول لبرج الجوزاء حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص لان عندك طاقة حسد ودي زي ما شفتها على فكرة في برج الاسد اللي هي نفط طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة يعني اللي هو حتى لو نصيت من الشباك هيحتدوك فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك اه او عندك اه او عن حياتك او عن حاجات بتعملها اه بالزيت بقى في المحيط اللي انت فيه يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عايزي اه ممكن تتكلم تفضفض اه تحكي عن حاجة عندك لكن في محيطك لأ خالص شايفك اه منتظر بتفكر كتير اه بصتوا بسبب الانتظار دا يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة مش حلوة في اي حاجة يعني مش اه مش في الحب بس مش حلوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير وممكن ما تجيش لان الانتظار بياخرها اه فنحاول ان احنا اه نلهي نفتنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي يعني تقريبا يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل لو فيه منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية وان شاء الله قريب هعمل لكم كراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار اخبار الشغل عندكم في الفترة دي عند بعضكم اه ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح في انفصال مع ابراج ترابية انفصال قريب دي حصل ودي كانت علاقة غير موفقة طبعا اكيد مش للكل بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي بقولك انك تبص القدام لان اللي جاي افضل بكتير يعني بلاش نبص ورانا كتير طوارتين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع آآ مش بيشوف قدامه اصلا فيه فرص بالضيع لان انت مش بصص عليها فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير في ناس فيكو مقدمة على الارتباط عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة في منكو بقى بالذات لو رجالة انتو اللي بتمثلوا في الارتباط انت اللي تعب الطرف التاني يا برج الجوزاء ومش بسبب حاجة مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات لأ هو الموضوع انك بسبب آآ شغلك حياتك كلها شغل بتنام وانت بتحلم بالشغل آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج تراضية انت بتحب الطرف التاني انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني مخلص ليه بس مش بتفوق غير لما تسقده ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد وترجع انت اللي بتكلمه عشان بتحبه بس لما تتأكد خلاص ان هو معك بترجع طول نفس الكلام يعني مش هنسميه مبررات انت فعلا دماغك عاملة كده يعني شغلك واخد كل كل حياتك لازم نحاول ننظم شوية لان ممكن الناس دي بالزات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم ممكن الناس دي آآ لو مشيوا في مرة ميرجعوش تاني دي للبعض يا جماعي يعني مش للكل وبالزات بالزات لو لاب مش بنات في منكم في جواز وفي طرف تالت سواء انت او الطرف التاني يعني ممكن حد فيكم اتجاوز الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز ينفصل وبيحب حد تاني هو فيه نوع من انواع الانفصال بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما ده ممكن انت او الطرف التاني بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزيق وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة يعني بس يا برج الجوزيق هقولك انت انت طيب جدا بس في نفس الوقت ازاكي جدا برضو يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ يعني تقدر اتمايز ان زا كان الشخص ده مناسب ولا لأ يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي اللي مرتبط من ابراج هواية زيه بازات لو ميزان هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية وده بسبب اوضاع خلاكية آآ بتمر بيها الابراج الهوائية بالذات الميزان يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان وده هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله اللي في حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية بس مش شرط يعني مش شرط لبرج هيكون برج ايه بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك بيحبك ونفط ويسعدك يعني بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويسعدك اده يعني دي طريقة 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 تفكير الطرف التاني في العلاقة بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي في الحالة دي ممكن اقولك تكمل لقدام يعني تكمل لقدام وتفكر تفكر في موضوع الرجوع ده آآ سواء عايز ترجع او مترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر بس بقول اللي شايفيه كمان في منكم في محكمة وبرضو مع برج ترابي عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في طالحكم منكم لان انا شايفيكم اتظلمتوا فعلا من جرحتوا قوي في العلاقة دي كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب كانت السبب في حالات الانفصال دي الحالات اللي هي كان السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها صلاق في منها ما فيش رجوعه سواء منك الرفض او من الطرف التاني لان حبي فيكو بدأ حياة جديدة آآ بعض المتجاوزين بعض المتزاوجين آآ ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال بس انتو نفسيا يعني شايفاكو نفسيا بتعينو كتير يعني لازم تستعينو بالله آآ والناس اللي منكو بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير لازم جدا التحسين يعني الصلاق رأيه الكرآن سماع الكرآن مهم جدا الرؤيا الشرعية آآ متح البيت بالكامل بالمية والملح آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص آآ آآ البعد عن الاشخاص السيئة انت حاسس بيهم يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول انت حاسس بيهم معارفهم انت عارفهم مين في حياتك ابعدهم عن حياتك خالص عشان تحس بالاستقرار وتضرد التقاط السلبية من من حياتك تقاط سلبية وشيطانية بصراحة يعني بتحيط بيك يا برج الجوزاء آآ بيقول النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا يعني انت ممكن تدخل في واجع نفس كبير مدمر بعد الشر عليكم طبعا آآ في منكم في علاقات سواء بجواز او ارتباط اي ارتباط تاني يعني غير جواز العلاقات دي لبعضكم سيئة جدا وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته علاقة سببت لك تعب سببت لك خسارة من كل النواحي اتخزلت كتير فيها آآ وشايفاك اديت فيها كذا فرصة كل ده خد من صحتك ومن اعصابك في منكم منها العلاقة اللي هي السيئة ومنكم نفسة بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء مش مناسبة آآ اللي اتخاذ اي قرار يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك لحد ما تكون الفرصة مناسبة ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تكرر انت عايز ايه آآ شايفا البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معي حاجة شفتها يعني آآ اللجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح يعني بنية ثانينة ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحد من اللي بيعمل حاجات دي بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي يعني حاجة نقلتها عن حد بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها عن حد دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى نفستها بزي ما هي عايز اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك من من اللي انا بقوله ده يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او ما فيش آآ او ما فيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح يعني طبعا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واكدر يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده مش اصدق اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بأشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل بإذن ربنا يعني كلنا عارفين واما هم بدررين بيه من احدا الا بإذن الله فحتى السحر اللي اتعمل هو بإذن ربنا وكل امر الله خير يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكم عمل السحر ده يكون حد سيء جدا جدا وربنا اذن لسحره انه يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي انه اذن ليس وانت كمان في نفس الوقت تكون تعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه بصبرك طبعا ان شاء الله فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة الوحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين من كده داي ما قلت فيه رجوع على ابراد هواية وماية بس تفقيدك انت الاختيار والقرار لازم تهدى تثبت كده شوية امور امور في حياتك معينة لاني شايفة اه للكم نهار ونهاركم ليل اه ننظم تنظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك تليم وعشان صحتك برضو يعني اه لانك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار زي ما تعرضت له قبل كده كان عندكم قبل كده سوق اختيار شايفة فيه عندك يا جوزاء انتصار على ظلم انت تعرضت له في الظلم انت تعرضت له عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون فأدت الامل خلاص فيه في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك يعني بعد ما هتكون فأدت الامل عندك انتصار بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا اه فيه جواه احساس بظلم ومش حاليا من صغره لان شايفة فيه منكم اه ممكن اتعرض ليوت من احد الابوين يعني اه عينة في حياته يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين ده سبب له مشكلة فيما بعد وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو يعني فيه منكم لان فيه منكم اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة استببوله بقاذا كبير يعني او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتو تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام انه مسلا حد بيقول في الداية اي علاقة ان مسلا شكلها مش هتكمل اه انا حظي وحش اه وعارف ان مش هيحصل حاجة برضو دي من الحاجات اللي مش مستح ان احنا نقولها لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لي نفسنا حاجات سيئة عايزين نلغي نظرتنا دي خالص نظرتنا دي من نفسنا يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية ونكون واسكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء انتو فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة اه اللي منكم عندو علاقة مع برج نيري اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية يعني ممكن ده بيعمل سوق تفاهم في العلاقة رغم ان فيه بنكو حب على فكرة المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان بالذات الاسد انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية انا شايف الكراءة بشكل ايجابي لو بصينا لنص الكوبية المليان المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك يعني لما اقول ان فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لي ده لو انت سعيت لي ده مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني لأ انك تغير تفكيرك شوية والكلامي بس عشان محدش يزعل مش معناه انك وحش بالعقل خالص بس عايز اقولك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي مش مش هينفع ايجات حك عليك وفرحك مثلا بكمتين من برا اه في رجوع وفي اه وفي حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوه يعني اللي انت ممكن تمشي بها عشان الامور تمشي معيك ده في الحالات اللي انفع فيها زي ما قلت يعني لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا يعني بخروجك منها انت تكسبان اللي منفاصلين ومش مرتبطين خالص اصلا آآ مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين واحد كويس ومناسب واحد لا كويس ولا مناسب انت اللي لازم تختار عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا باينين جدا على فكرة آآ ربنا يوفقكم اللي في الخير آآ القراءة انتهت آآ آآ بدالكو كلكو بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل امور